في وجه الرواية الفلسطينية لا تدخر حكومة الاحتلال الإسرائيلي جهدا في ابتداع قيود صارمة لتضمن عدم وصولها إلى العالم وهذه المرة ستضيق بأحكام أكثر على الضفة الغربية مزيد من القيود المشددة هو ما ينتظر المحاضرين والطلبة الأجانب الذين يدرسون ويدرسون داخل الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية بقرار من حكومة الاحتلال هذا بالإضافة لتحديد تخصصاتهم وأعدادهم والمدة المسموح لهم بالبقاء خلالها في الضفة الغربية تضيف حكومة الاحتلال إلى ذلك معايير أخرى منها لزوم تقديم تأشيرة إلى قنصلية الاحتلال في بلاد الطلاب والمعلمين الأجانب قبل السفر إلى الضفة الغربية وأن لا يتجاوز عدد التأشيرات الممنوحة في المناطق ألف تأشيرة الإسرائيليين يتخوفون كثيرا من طلب الأجانب الذين يدرسون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأكاديميين أيضا الأجانب الذين يدرسون هؤلاء الأجانب الأكاديميين سيذهبون يوما إلى بلدانهم سينكلون الرواية وسينكلون مشاهداتهم عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكتبون الأبحاث والدراسات هذه القواعد الجديدة كانت قد صدرت خلال الشهر الماضي وستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أيار وسيفرض فيها حد أقصى سنوي على عدد التأشيرات الصادرة للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات الفلسطينية بحيث لا يتجاوز عددها المئة وخمسين تأشيرا بالإضافة لفرد تعقيدات تتعلق بالوثائق الرسمية المطلوبة هذا بالنسبة للاحتلال شيء خطير لا يريد الاحتلال أن يكون هناك نقلا للرواية من قبل طرف محايد موضوعي عندما نلحظ أنه من ال67 لغاية اللحظة عديد من القوانين العنصرية والأوامر العسكرية جلها لها علاقة بالتضييق على الفلسطيني هم يفكرون دائما كيف يكون التضييق على الفلسطيني كيف يكون هناك تنغيصا على حياة الفلسطيني كيف يمنع الفلسطيني من أن يتواصل مع العالم وكيف يمنع العالم أن يتواصل مع الفلسطيني نحن ما نلحظ في الأراضي الفلسطينية عبارة عن جتهاد القيود الجديدة لن تقتصر على الطلاب والمعلمين إنما ستطال العاملين في المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وكذلك المستثمرين ورجال الأعمال وكلها خطوات للحد من تأثير الأجانب ومساهمتهم في نقل الصورة الحقيقية لإجرام الاحتلال من رمال المحتلة أسيل سليمان رؤيا وإلى لبنان وعلى بعد أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية نفير المواجهة الانتخابية يتصدر المشهد ومؤثرون لبنانيون دخلوا بقوة على خط حث المواطنين اللبنانيين على التصويت للوائح التغيير والمعارضة في ساحة الشهداء قبالة مرفأ بيروت الذي فجر في آب 2020 والتي شهدت على انتفاضة الاستقلال عام 2005 وثورة تشرين عام 2017 معالم وشعرات تؤرخ معارك الحرية والتوق إلى التغيير التي خاضها اللبنانيون في السنوات السابقة صحيح أن لوحات وصور المرشحين تملأ الشوارع لكن الطرق المؤدية إلى الساحة تعكس نبضا تغييريا ينتظر ترجمته يوم الانتخابات ولكن هذه المرة لعبون جدد على الساحة السياسية أتوا من رحم المجتمع المدني والثورة وخلفهم مؤثرون لبنانيون يحملون هما أساسيا دعوة الناس إلى الاقتراع بمسؤولية من بعد ما صار الانهيار ومن بعد ما صار الأزمة الاقتصادية وأموال المودعين طارت ومرفأ بيروت شو أنا بكون خانع وبكون مقصر وبكون مذنب إذا أنا ما بعمل الشغل اللي عم بعمله بكون مذنب واضح من الاختراب أنه أسرنا إن شاء الله نكون محليا أسرنا أدي الاختراب الثورة كانت متنفسا لكل اللبنانيين ومن بينهم فننون وممثلون وأعلميون ومؤثرون في لبنان والخارج يجدون في هذه الانتخابات فرصة أخيرة للتغيير لن تتكرر في القريب العاجل هلأ صار فيه خيار بديل وخيار جدا واقعي وجدة وتروحاته جدا منطئية فأكيد بدي شجع وبدي شجع العالم أن تنزل تنتخب لأنه هذا حقنا حقنا لمبين بيع وحق أوي لدرجة أنه قادر يغير بزمام الأمور لهيدا البلد يلي صار معاني كتير ما في شي بروح بين ليلة وضحاها بس أنت بتاعف أنك راح تفوتي هلأ على نتاج الانتخابات هيا عنه انتصارات بكرة كتير هيا دا حياليك أنا انتصرت هيا دا حياليك أنا انتصرت صحيح أن الساحات فرغت من الناس وأن الحياة توقفت في بيروت وحدها صور ضحايا المرفأ على الجدران تذكر بأن المأساة مستمرة والأمل يبقى في ترجمة الصراخات أصواتا في صناديق الاقتراع في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم نظيره الروسي سيرجي شويغو بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وفق ما أعلن البنتاجون وقال المتحدث مثل البنتاجون جون كيربي في بيان إن أوستن حض على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وشدد على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة